عرفني عن حيالك أكتر وإشهد قدام العالم كله عن طوبتي عن طوبة الساطر كيف كانت حياتك بالماضي؟ كانت حيات سوداء كيف؟ عشت ثلاثين سنة التونيل مظلم مخدرات ماذا عن المخدرات؟ كل أنواع المخدرات من عمر 13 سنة ضعارة بيع مخدرات قرب الميكرونا كل الأشياء الوسخة عملها كم سنة ضلت تعطم خدرات؟ أكتر من 30 سنة وصلت لهيرويين وصلت لهيرويين حوالت تعالج حيلك طلعت عكذا مركز تأهيل ما في نوع ما في نوع كانت شي مرة حوالت أن تذهب إلى مخدرات؟ أكتر من 8 مرات عمل مخدرات يعني يعني كالطور كم دك تطلع وما فيك أو كنت هم تبرم على شي كنت عم نبش عم نبش بحياتي كلها بالتونيل المظلم هو التونيل المخدرات كنت عم نبش عن السعادة عن الفرح عن إثبات حالي عم نبش على كثير أشياء وعندي تساؤلات كثير كل مرة أعمل فيها مخدرات أسألوا لربنا بقلوا شو بدك فيي ليه خلصتني ليه قمتني أنا من نوع كنت تعاطى لأوصل للموت كنت رافض حياتي يعني 30 سنة مخدرات من عمرك ثلاثين سنة تعاطى مخدرات حتى نصن حبوسة فايت الحبس مقضي نص عمرك حبس ضمن الحبس كمان تعاطى مخدرات يعني 16 سنة 30 سنة مخدرات نصن بالسجن نعم تعاطى مخدرات بالسجن برات السجن مخدرات أكثر من ثلاث مرات ست مرات ست مرات ست مرات ست مرات أوصل للموت الحكمة يعني تاني مرة الحكمة رفعوا العشرة قالوا لأمي زبطولوا مراسم الدفن لابنكم يعني مستحيل تاني مرة يطلع طيب كنت مهموم كنت مهموم كنت حزين عم نبش على الفرح عم نبش على السعادة عم نبش على شيء يريحني كنت ضيف أكثر من ضيف كنت تعبين أكثر من تعبين كنت إنسان مقيد بسلاسل كثير صح بسجن المخدرات أبدا والدعارة أبدا والكذب كل شيء سيء كتاعملوا سرقت سرقت أقرب الناس اللي إلي حوالت تقتل لا كنت أنت سببت سببت بقتل ممكن يعني مسبب سبع عمليات إجهاد سبع عمليات إجهاد نعم تقبض لأي المصاري لا من خلال من خلال علاقات الجنسية نعم كيف كان اسمك بالمجتمع اسمه يعني اللي بيسمع باسمك شو يقول يا باطل أيضا أكبر أظهر أكبر حشاش ما بنيت شيء سبع واربين سنة من عمرك ما بنيت شيء أبدا أمك كانت حزينة كتير أمي قديسة أنا بعتبرها قديسة أمي شو صار معك شو صار معك وقت التقيت بشخص شو صار معك من كم يوم من كم وقت يعني آخر مرة توقفت سنة بدعوة مخدرات وإجار مخدرات نعم ربنا أراد أنه يطلعني براءة من الإجار المخدرات إجار كنت تتاجر بالمخدرات كم صح المهم بعد سنة ثلاث ومثل العادة بعدني طالع من الحبس وبعد بعد عم نبش على المخدرات نعم لسأنا بدي وضح الشغلي مشين المشاهدين تفضل اليوم كل مدمن وعند بيصول للإدمان بصيري تاجر تطلع إدمانه مية بالمية ما بدنا نقول إنك تاجر كأنك تاجر ما عندك شغلي إلا تجارة لا أنت مدمن وحاجة إدمانك تجيب معك لشخص أو مية بالمية تستخدم التجارة لتوفير المخدرات لك صح تفضل ونوصلنا وصلنا وقت لنا من السجن وتعرفتها شخص إلي اسمه إلي إلي راشد من الجماعة بصراحة أختي حكيت معه قالت له إلي خيه بعده طالع وخايفة ما يرجع يقصد يرجع بالمخدرات شوف شو بك تعمل معه وفعلا التقيت أنا وإلي مشوار واحد حسيت في شي دخل عقلبي روح القدس دهية كلماته لإلي فاتت عقلبي قال لي ما أحكيك شي ولا أحكيك عن الإنجيل ولا شي أحكيك عن تجربته وبطلب منك شغلة واحدة تحضر رياضة روحية واحدة وهذا اللي صار وطلعت رياضة روحية وابتدت حياة جديدة واختبرت بالصبت تحررت من المخدرات طبعا لي ما قدروا الطب عملوا وما قدر الحبس عملوا بلكاء صغير مع الرب يسوع قدر حررك من المخدرات تعرفون الحق والحق يحرركم أنا بدي أشكر ربا لك اختبرت الآية الفرح بيسوع الآية السلام والسعادة والسلام اللي كنت عم نبش عليهم كنت تشتل قبل ما كان في بركة اليوم عم تشتغل في بركة ما عم بلحق شغل قدت ظروف صعبة ما عم بلحق شغل الله شو بتقول لكل إنسان مدمن عم بسمعك في خلاص خير بيسوع ما في خلاص إلا بيسوع وبدأ قرار آمين 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 نشكر ربا لك خي بيير أنا كنت مدمن مثلك بالصابق ويسوع حررني من المخدرات بدنا نعرف أكتر على السلاوين تحيي لأ إلي راشد اللي رب استخدمه إلي راشد بالبي الروحي آمين هو إبني بالروح كمان